اشتركوا في القناة التي شارقت في مباراة نهاء تصفيات كأس أسيا وفازت بها إيران برقلات الترجيح وشدد الاتحاد الأردني في بيان على أن المنتخب الإيراني له صوابك في اتخاذ مثل هذه الوسائل من خلال إشراق لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات وتعاطي المنشطات ونشر الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الأسيوي ويطالب من خلاله بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات وأشهر البيان بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم نظرا لأهمية هذه المسابقة فإننا نطلب من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق لا سيمة أن فريق قرة القدم النساء الإيراني له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات وحقق المنتخب الإيراني للسيدات إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم أسيا بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظير الأردني برقالة الترجيح 2.4 أعزائي المتابعين كان خبرنا اليوم الأردني طالب بالتحقق من جنس لعبة قرة قدم إيرانية أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة ضمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته